قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَا تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ رغم أن الآية الكريمة نزلت في شاس بن قيس فإن الله عز وجل لم يخاطبه وحده ولم يخاطب حتى يهود المدينة وإنما خاطب أهل الكتاب من اليهود والنصارى أتدري لماذا؟ لأن العبر ليست بخصوص السبب وإنما بعموم اللفظ قل أيها الرسول لأهل الكتاب من اليهود والنصارى موبخا لهم على كفرهم لما تكفرون بآيات الله ولما تجحدون حجج الله التي في التوراة والإنجيل الدال على صدق محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أن دين الله هو الإسلام وأنتم تعلمون ومعنى الكفر في اللغة هو الستر والتغطية ولذلك يقولون للفلاح أنه كافر لأنه يغطي البذور بطربة الأرض وكذلك المعاندون من أهل الكتاب يقومون بستر وتغطية صفات الرسول صلى الله عليه وسلم المذكورة في كتبهم والله شهيد على ما تعملون وما تصنعون وسيجازيكم على ذلك يوم لا ينفع مال ولا بنون قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر